بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزة كيف حالكم ان شاء الله دانوا بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الانجليزية لصف الثالث منتوسط شرحوا حلو توضيح المراجع المركزة الشاملة دخلوا على قوام التشغيل تستفادون شرح منهج كامل انجليزيسات سبتدائي اول متوسط ثانتوسط ثلاث متوسط اختبارات ذكاء ومراجعات مركزات وملازمهم كلين تلقوهم بصندوق الوصف واشتركوا بقناتنا الثانية قناة اخويا عبدالله حيدار بدي اشرح لكم مواضيع للثالث منتوسط واختي سالي حيدار شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعوتكم طيب وتعليقاتكم الحلو ان نحفز المشجعة شاركوا لكي تعمل فادة ويستفد الجميع زكاة العلم النشرة والدال على الخير كفا عليها نبدأ بسم الله السؤال الثالث الفرع الثالث من عنده اللي هو غالبا يكون مفردات فراغات اختيارات اصباطات من الكتاب ومن النشاط صيخة السؤال تكون الفوكابولاري لبلانكس فيلن ذا بلانكس او يقول لك فيلن ذي قابس املي الفراغات او الرايت اكتوب فيلن املي كمبليت اكمل اختار اوكي مرتبلكم هان الوزاريات مال هاي الوزاريات مال هذا السؤال على اليونتات مرتبلكم هان فوزاريات سؤال المفردات ماليونت وان ذاني مهم لو غير مهم ان تنظف اصنانك كل يوم فنختار important مهم لازم تروح للمدير لو تروح للطبيب اصنانك عندك كلام باصنانك فنروح للدينتست eating too many sweets is bad لو good for your teeth للسويتس الحالويات هي تكون bad سيئة على اصنانك فbrush your teeth at least two seconds لو minutes twice a day نظف اصنانك على اقل ثانيتين لو دقيقتين مرتين باليوم فننظفها دقيقتين two minutes a dentist will give you a good newspaper advice about how to look after your teeth طبيب اصنان راح يطيك نصيحة جيدة مو جريدة جيدة عن التعتني وتهتم باصنانك فيطيك advice drinking too drinking a lot of fizzy drinks is bad لو good for your teeth شرب المشروبات الغازية هو سيء لو جيد الاسنانك فهو رح يكون bad سيء والاخيرة the trip was terrible لو boring لو fantastic and we enjoyed everything الرحلة كانت شنية fantastic يعني رائعة لأن احنا استمتعنا انجويد بكل شيء اوكي هذا كان التمرين التمرين اخر هم على unit one اللي هو يطيك اسقاطات مو بس اختيارة تطيك اسقاطات وتتمليم به انفراغات يعني كلنا تتملي به انفراغات مثلا my brother is very hard working لو lazy هي هم جتي مرة اختيارات وهم جتي مرة اسقاطات المهم الحل رح يكون hard working لأنه he does he always does extra homework لأنه دائما يأدي واجبات منزلية كثيرة اضافية حسن was so pleased when he won the first prize in the poetry competition حسن كان جدا سعيد عندما هو فاز بالجائزة الاولى بنافس الشعرية it is important to be imaginative when you are writing poems من المهم انت تكون ذو خيال واسع عندما انت تكتب القصائد البعدها the queue the queue was so long it came out of the door الطابور كان جدا طويل ووصل خارج الباب علي has a lot of patience علي عندك كثير من الصبر with young children مع الاطفال الصغار his dream was to be a famous poem لو بوت الحلم مات ان يكون شنوش قصة قصيدة مشهورة لو شاعر مشهور شاعر مشهورين واحتمالها متجي هاي بأسئلة القصص يعني ما الادب ما يعني story time ما الكريم I have also patience with young children هاي هنا انا جتي والوزاري انا ارسا نحالكم اياها هي جتي الpatience فراغ انا ارسا نحالكم اياها my brother is hard working لو lazy هاي نفس متكررة مو هاي هاي اثرائية هي هاي الوزارية هاي اثرائية اذا قل لك he doesn't do his homework وما يدي واجبة اذا هو lazy راي صغير هناك hard working لان هو always does extra homework ودائما يدي واجبات اضافية فهو شاطر هناك هو كسول لانه هو ما يدي الواجب اوكي doesn't هنا I am in a queue low queuing اكو طلاب مو يشوفون الام فيقولك اخذه بالing بس هناك ما يصير بالing هناك دايقل in a queue اواني في الطابور ال a تجوي الاسم فهذا هو الاسم اللي دايكون دايقولاني في الطابور مو اني دا انتظر ايقولاني اصلا بطابور الانتظر فهد واز هناك فهد كان شلي يسوي drinking يشرب لو eating يتناول اكولا البيبسي البيبسي ينشرب drinking دير بالكم هاي ما جاية اثرائية بس تفيدكم انه الكولا شرب فdrinking هناك اختيارات يا تعريف المناسب هما جاي بلوزاري بس موجودة هي بمنهجكم الwindows لو insect proof لو ويند proof ياهو من عدهن النوافذ لو مضاد الحشرات لو مصدة الرياح اللي هي الجامعة الامامية اللي هنه رح يكون made from material that wind can't get through مصنوعة من وواد التي لا تسمح للرياح ان تدخل من خلالها اذن هو wind proof انت منشوف wind وتاخذ اما الwind اوكي زين الواعها suspension لو disc brakes هاي المكابح للبرايكات وهي المكابح اللي تخلي يعني التوازن للسيارة فبرايكس that use discs البرايكات اللي تستخدم disc الدسكات لقراص اذن هي من اسمها هي بيها disc وهي بيها disc وهي بيها break وهي بيها break اذن هي هاي تعريف disc brakes هي brakes that use discs اوكي البعدها the students are wearing الطلاب يرتدون دائما شنو uniform زي المدرسي uniform هاي جتي بالتفزيون التربوي البعدها I bought a new skateboard yesterday I have been saving up four months انا اشتريت زلاجة جديدة لوحة زل الجديد البارحة لانه هان شنت ادخر واجمع فلوسي لمدة اشهر هاي مهمة اديروا لكم احتمال تجي هماتين بمار قصة كريم لان هو اصلا همشان يدخر فلوسه عندي يشتري الكتاب بيكون اول واحد فالمهم الشراء شي وانت شنت تجمع لها فتاخذ saving up وانت شنت تجمع زين اهنان ايضا اختيارات على unit 1 لان هو بي الماضي المستمر فأي واز watching لو listening to the radio شنت اسمع للراديو اذناني اباوع لو اسمع listening to the radio زين اي واز playing لو looking on my computer الحاسبة شي سولها لعبي لعبون بها playing on my computer زين ايام watching لو listening a good program on tv التلفزيون شي سولها watching يشاهدو سلوة can't go now سلوة تصريع الذهاب الان هذا موجود هو التمرين ومن عندك وجاية وزاريات مثل هي هاي هسا هاي وزارية هاي البقية انا رتبت بس هاي وزارية واحتمال يجي بعد هي نفسها او غيرها من هذا التمرين سلوة can't go now سلوة تصريع الذهاب الان she is اجدست وهي cooking dinner ده تطهو الطعام العشاء because her mother is ill او هلا المريضة مونا cooks the dinner مونا ده تطهو العشاء everyday because her mother ill اشوفها شون تجيب صياغ مختلفة بس هي نفس الشي نو بيجيب كا cooking نو بيجيب كا cooks المهم ويا العشاء تسوي يطبخ الطعام رفل can't help me now رفل ما تستطيع ساعدني نان she is drawing some pictures for the exhibition هي ترسم بعض اللوحات للمهرجان او للمعرض for drawing pictures i am painting picture and الو اللوحة for the school competition للمنافسة مع المدرسة هذني وزاريات وزارية وزارية احمد is painting or drawing the wall green احمد دا يلون لو يرسم الحائط اخضر التلوين painting الرسم drawing اوكي فهنانا من قال drawing pictures ترسم هنشان وهنانا من قال painting picture دا يلون ها وهنانا painting wall green انهو يلون الحائط باللون الاخضر هاي وزارية unit one خلصت اسا unit lucy is an actor in new tv comedy lucy هي actress اللي هي ممثلة واحتمال يجيكم باسرة القطع ايضا زين هي بالانجليزية العامة قاموا يعتبرون الاكتر رجل وامرأة قاموا يمشي الذكر والانثى بس بالتركيز كلش وحتى بالقطع اعتبروها هي الاكتر بس بعدين اكو تمرين بالتركيز اكتر رادوها يريدوها اكتر اللي هي ممثلة للانثى وللذكر يقولها اكتر فانت اذا جابوالك مثلا اكتر لو سيقوك اكتر لو دكتر فتأخذ لهم اكتر بس اذا جابوك اكتر لو اكتر فتأخذ الاكتر اوكي يعني الاظبط هي اكتر يلا my brother is very polite لو ناوتي and causes a lot of problems اخويا كلش شنو ناوتي اللي هو مشاغب وكذا لانه يساوي كثير من المشاكل سفينة تايتانيك اللي هي غرقت بطريقة مأساوية في رحلتها الاولى جبال القمر اللي هي واز a science fiction story انها كانت قصة خيال علمي ذني مننا من التلفزيون التربوي من يجيبوهن يعني احتمال يجن بالوزاري موحد يعني يعوفن يهتم بيهن بعض الوقات احب القصص المرعبة لكن هذه الواحدة كانت غريبة دير باع لكم تراجي كلي الفكشن وال strange افكار جديدة من التلفزيون التربوي اهتموا بيهن دا اخذ ملخصات المهمات مع الوزاريات مع اليونتات وكي ما المفردات اللي جن بسؤال الاختيارات او الاسقاطات هاي الكلمات تنزلهن فراح السريع الخفاش الوطوات هو ليس طائر لكنه يستطيع ان يطير مثل الطيور يحلق يطير مثل الطيور فتختار لفلاي نوبات جابه البات فراغ ونوبات جابه الفلاي فراغ فأت اثنائت يعني يحفظ هن وضبط هن زيان منو هذا هنا اولز هانت and kill small animals at night الاولز اللي هي البومة تصطاد وتقتل الحيوانات الصغيرة في الليل نوبات جابه الهانت فراغ ترى دير بالك وغالبا بس يجيبون الاولز فتحفظ الاولز والهانت اثنائت نحفظ هن لان مرة تجيبون هاي فراغ ومرة تجيبون هاي فراغ if you put your foot on a snake it will bite you اذا خليت رجلك على حية راحية تلدغك تعظك فنوبات يجيبون السنايك ونوبات يجيبون البايت والتهاي هم كدليل لك حفظها منشوف سنايك يعني يقول bite الابقار والماعز ينتج الحليب و الفيالة شبيه تكبر بحجم كبير جدا لكنها تستغرق سنوات كثيرة فالالفينت اقروا اوكي يعني اي فاون بيرد وذ بروكن وينغ ان اوار قاردن اني لقيت الطائر مع جناح مكسور وجناح المكسور في حديقة مالتنا وينغ الطائر ما عنده ارم ما عنده ذراع ما عنده ايدينات عنده وينغ عنده جناح اوكي البيرد يعني وينغ انا اي فاون اي بيرد نست اي بيرد اي بيرد انا لقيت عش للعصفور ومعه البيض البيت مع العصفور ما نسميها وبيت العصفور يسموه عش ناست موجودة عدكم ما مركزين عليها ما متبهين عليها بس موجودة عدكم هاي بيونت ثري انتبهوا عليها لان هاي جاية وزارية ذني وزاريات جايات يا حبايب الكثير من يعني مربي الصقور يصلون الى الصحاري والوديان موجودة بالمثنى وسامرة وذيقار احنا ديزارت الحل الصحيح بالصحاري مو المارشيز للأهوار لا يروحون للصحاري والوديان ديزارت وفاليز مو المارشيز دير بالكم فورتي سبشيز أربعين نوع of birds can be found in the marshlands أربعين نوع من الطيور ممكن تجدها بالأهوار مو متار مو أربعين متر أربعين نوع فورتي سبشيز مارش أربز شبيهم أرب الأهوار ريز بوفالوز سامشيب أنت كتل أرب الأهوار يربون مو يزرعون يربون الجاموس والأغنام والماشية traditional boards اللي هي مشحوفان طرادة are used as transport القوارب التقليدية المشحوف طرادة هي تستخدم كوسائل نقل مو سيارات مو كارز هي transport وسائل نقل أوكي فراغ اللي هي سند فيبر سند فيبر اللي هي أفعال رمال شبيهة can be found in the hot dry countries ممكن أن تجدها في الدول الحارة الجافة سند فيبر أحفظها أو سنيك نفسها مرادفتها الأسئلة بهذا الاستبيان رح تسألنا ماذا سوف نفعل في خمس مواقف فاحفظ هنن هاي مرة جابه فراغ ومرة هاي جابه فراغ ومرة جابه ثانية الفراغات خدير بالك مهمة how many species of bears are at risk كم عدد أنواع الطيور اللي هي تحت الخطر ذني من التلفزيون التربوي species جابه جام الفراغ بس هنرسل حاليتكم إياها لأنه بوقتها شين تمستعجل نحن يجب أن نحمي الحياة البرية في بلدنا يجب أن تقرأ التعليمات بعناية حتى تركب وتشغل وتعد وتهيئ المكينة الآلة ف instructions أوكي زين هذا هم تمرين آخر ومن عدة جاي وزاريات التعليمات التعليمات يخبرنا عن موضوع الاستبيان والمقدمة تشرح التعليمات العنوان the questions هذه تطعنا تعليمات the questions ask what we would do in five situations they give three possible answers هما أعطونا ثلاث أجوبة محتملة وهذا موجود تمرين هو نصا بالنشاط the final part tells us how to give points and explains the meaning of the possible scores الجزء الأخير يخبرنا كيف نعطي الدرجات ويشرح معنى التقييم والدرجة النهائية أوكي البعدها هذا كتوصيل يجيبوه بالوزاري كتوصيل بس هو مهم كلش هذا محسب عليهم تثريء الوراح يجينا غالبا يجينا بالتوصيل ونباتهم يجينا بالفراغات خصوصا ما هذا I don't mind جتنا بالتوصيل دير باركم عليها I don't وتواصل هوي المين I'm not afraid animal habitats جتنا بالتوصيل wild animals جتنا بالتوصيل never do I 6 million people it is getting hotter يحتمال يجينا توصيل يحتمال يجينا فراغات أكي السمال أتي ونتفع فوصن I was very excited because my favorite team 1 lost 4 1 أنا كلش سعيد لأنه الفريق ما اتي فاز لو خسر 4-1 أكيد فاز فاخذ 1 1 هاي محاقلكم ياها أريد لأبطال هما يحلوها وهس أحل لكم بالفيديو ف 1 فاز The player kicked لو scored a goal in the extra time بس وزاريات 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 اللاعب ركل لو سجل الهدف بالوقت الأضافي scored a goal سجل الهدف هشام scored لو بلايد a goal قلنا scored a goal سجل الهدف هاي هم تجيني بالتوصيل وهماتين جايتني بالفراغات من حجية التوصيل صالفت لكم عليهم فراس 1 لو scored silver medal مدالية ذهبية اذن هو 1 فاز بيها مو سجل فاز نوال رمزي was born in bagdad لو موصل فتختار موصل هي بالتمرين بالموجود بالنشاط كانت صح وخطأ بس تجيك اختيارات فراغات فهي انولدت بالموصل before becoming famous نوال رمزي read a lot قبل ما تكون فمثلا هو يجبك before لو after قبل لو بعد ما كانت مشهورة نوال رمزي قالت كثير فهي before قبل ما تكون مشهورة زين نوال work is now more successful اعمال نوال طبيب الاسنان هي الان اكثر شهرة اثنين اكثر شهرة فتاخذ اكثر شهرة هنا نوال رمزي was a well non dentist هاي جدي صدق نوال رمزي هي طبيبة اسنان معروفة ال well non اللي هي المرادفة مال famous famous well non مرادفات اذا اجابه لك هي well non dentist او famous dentist فتعتبر صاح اوكي او اذا اجابك اختيارات مثلا well non لو مثلا يعني مثلا hard working فتاخذ wall non او famous انا صحيحات زين the tooth نوال pulled out was healthy السن اللي قلعتها الدكتور نوال كان صحيح لا هو كان was badly decayed او احتمال جبكا healthy لو unhealthy فتاخذ ال unhealthy زين نوال participated in workshops about tooth brushes نوال شركت بدورات ورش عن فرش الاسنان لا on using leezer in dentistry على استخدام leezer بالطب الاسنان دورات تشاركت بهن فانت يجي بكها tooth brushes لو dentistry فتاخذ لها dentistry او tooth brushes لو leezer فتاخذ لها leezer دير بالك انتبه عليها the new clinic of نوال رمزي uses modern equipment هاي جد هاي فراغ هاي وزارية انو العيادة من نوال رمزي كانت تستخدم بها معدات حديثة نوال نوال is helping people in her city to have healthy teeth هاي هي جدي لاش اقولكم هاي احتمال هي تجي تجي بنوني unhealthy المهم المهم نوال نوال ساعد الناس اللي بمنطقتها انو يحصلون على اسنان صحية poor people have to pay lots to see نوال رمزي الناس الفقرة لازم يدفعون كثير من الفلوس لنوال رمزي لا she offer free treatment هي مسوي عروض العلاج المجاني فهنان اذا قل people have to pay لو don't have to pay فتختار لا don't have to pay اوكي she she offer free treatment لو she offer مثلا يعني highly cost treatment مثلا she offer free treatment يعني هي توفر علاج مجاني زيان هنا هاي هي كانت مثل القطعة بس انا حبي اتاخذها لان من عندها اجدت رح اقول كون اللي جدت وزارياتها the most popular جدت المست مرة وجدت ال popular مرة sport in the world is football الرياضة الاكثر شيوعا واسعة الحب والانتشار بالعالم هي الكرة القدم فمرة جدت المست ومرة جدت popular ors co soccer as some people know it او هي soccer مثل ما بعض الناس تعرفها football is the top high top مرة جدت فراغ شوف من بين الاصطر نبات ترى يجبون من بين الاصطر هي شوف هي قطعة ومو طلبة ومو زارية بس نبات يجبون بين الاصطر فالتوب جدت هي هي الكرة القدم هي الرياضة الاولى او الافضل in حتى بالامارات وبالمملكة المتحدة و in the United States USA يعني بامريكا most people prefer American football بس بامريكا اغلب الناس يفضلون كرة القدم الامريكية وشرحناها وبوكتها وصلناها ويل ان انديا كركت is the favorite لكن بالهند لعبة المضرب هي الاكثر مهمة هو مفضلة غرضي هنا اش اريد اريدك تعرف ان الفوتبول هي top اجدت وزارية top sport وان top sport بالاراك بالاي اي وباليوكي الهنا اقطع باليو اس اي رياضتهم المفضلة احفظ لها امريكان فوتبول وبالانديا كركت وبالشاين احفظ الباسكتبول اوكي لانه احتمالي جنك البعض اريبورتر هاي جاية وزارية وايا جاية الريبورتر بالتعاريف بالفراغات بالاختيارات رايتس رايتس events for a newspaper احتاج احتاج نظارات حتى من النار تقرأ بوضوح وهنا قلنا المراسل الصحفي اللي هو يكتب عن الاحداث الجريدة اوكي 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 بوكس الحركة او المشي بسهولة they may need a wheelchair هم سوف يحتاجون الكرسي المتحرك الرجل الحكيم قال بانت تركت درس لكل ابن و امل لكل اب اوكي البعض همالات يونت السادس هذا التمرين جدا مهم المدرسة هي فرصة جدا يعني جيدة للتحضير للتعليم الجامعي فالتحضير جاية وزاريا وهي هاي الفراغ في الجامعات بعض الدروس او المناهج تكون هي سهلة والاخرة تكون جدا صعبة هذا لو تحفظهم مرقب قلم ام لا لو اختيارات لو غالبا يجن سقطات تلقاهم فوق وتكتبهم يعني بس تنقلهم بس على الاقل في حال ما تقدر تحفظ تحفظ مثلا تقول شوف سكول قول opportunity تشوف مثلا easy قول difficult حتى هم معاكسات هم تعرف الفراغ شو تتحله الجامعات الحديثة تمتلك قاعات او انشاءات او تسهيلات رياضية قاعات رياضية if you get better job you can earn more money اذا تحصلت على وظيفة افضل تسوف تكسب اموال اكثر the wages in some jobs are not very high الاجور والراتب في بعض الوظائف هي ليست جدا مرتفعة some people complain that they don't have enough money بعض الناس يشتكون ويذمرون بانهما لا يمتلكون المال الكافي you can get advice on a good job from a career officer انت مكنك ان تحصل على نصيحة بشأن وظيفة جيدة من موظف ال الوظائف او المرشد التروي او هيك شي البعدها it is definitely a good idea او قفولي حبايب شوية شاشة اه it is definitely a good idea to study hard for the future انها بالتأكيد بلا شك فكرة جيدة ان تدرس جيدا للمستقبل definitely هي الحال البعدها وزاريات اليونت السابع look for ولكافتر اخليها بفيديو ابوحدة لانطورنا كلش وزاريات اليونت السابع ذني الكلمات تبني بين الفراغات بس شنو شوف مرة جدتي هيك شي بالتلفزيون تربوي جابوها بهاي الطريقة و وهاي اصلا وزارية هاي النقطة جدتي بالبكالوريا وبال بالتمرين بالهو بالنشاط هيتش مكتوبة المهم بسبب انو لندن هي مدينة مزدحمة اغلب الناس يسافرون بالباس او بالقطار تحت الارض كل يوم فاذا هي مدينة مزدحمة الناس الناس اللي بالمدن الهندية غالبا يسافرون بالريكشو وهاي احتمال تجيك بالسؤال القصة ما يونت السابع زهراء زهراء بروت باك سوفنير مدينة مزدحمة المادة الصناعية اللي تم استخدامها في صناعة السترة هايا هي فاخرة try and severe the test of the meal جرب والذوق نكهة هاي الوجبة هاي مهمة ما لتتذوق دير بالكم هاي التذوق وهاي التذكار severe وهاي سوفنير ترى شوية متقاربات وطلاب يعني يدخون بيها دير بالكم لنا is concentrating very hard on her maths homework لينا مراكزة جدا بالواجب رياضيات مالتها there were lots of complaints about the lack of food at the party توجد الكثير من الشكاوي عن نقص الطعام في الحفلة انتبهلي هاي complaints جابوها وزاريا وانتبهلي على هاي complaint هم جابوها وزاريا هاي اسم اوكي هاي فعل شوف الفارق بينات هاي الحد الان منتهي هاي بعض ضيفها t و s t صارت اسم وال s يعني صارت جمع توجد كثير من الشكاوي اسم الناس يتذمرون يتشكون يشتكون ففعل دير بالكم اوكي هاي شكوى عن نقص الطعام هاي يشتكون من نقص الفلوس دير بالكم متقاربات كلش متخطئون بيهن حبابين الخريجين يلتقون كل سنة بالكلية الالومني احتمال هم تجينا بسؤال القصة هل يمكن كرجانا تجهزني وتزودني بمجموعة مختلفة متنوعة من اللفات الشطائر هاي هم احتمال تجي بال السؤال القصة والقهوة ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا كي تعمل فائدة ويستفدت جميع تحياتي لكم مع السلامة